أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث نخصصها للحديث عن اتهام الحكومة للمجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض اتهمت الحكومة مجددا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض بعد مرور شهرين على توقيعه وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة شنخوا ان من اعاقة تنفيذ اتفاق الرياض هو الذي سطى على المليارات في ميناء عدن وهو من حرك عصابات التقطع في ابيان وقام بعمليات الاختطاف في شبه من جهة يكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي ان المجلس لا يزال يعلق عمله في الاجان المعنية بتنفيذ الاتفاق حتى اليوم نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين مستقبل اتفاق الرياض في ظل عدم التسام المجلس الانتقالي بتنفيذه وما الذي يمكن للحكومة والتحالف عمله نتيجة رفض المجلس الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض قبل ان نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة وقبل ان نبدأ نقاش نذهب مشاهدنا الكرام لمتابعة التقرير التالي ماذا بقي من امل باتفاق الرياض مضى اكثر من شهرين ونيف على توقيع الاتفاق ولم ينفذ من استحقاقاته سوى بند العودة المنقصة للحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن والتي تشكل التغطية الوحيدة على فشل هذا الاتفاق لم يصدر عن السعودية رعية اتفاق الرياض موقف ذي قيمة في مواجهة الفشل الذريع الذي مني به رغم مرور اكثر من شهرين على توقيعه اثر ضغوطات هائلة مارستها القيادة السعودية على السلطة الشرعية وبدلا من ان تمارس ضغطا مباشرا على الطرف الذي يعرقل الاتفاق اوعزت القيادة السعودية للرئيس هادي بتشكيل لجنة من مستشاريه لعمل ما يبدو انه خطة موازية من شأنها ان تؤسس وفقا للمراقبين مسارا جديدا لاتفاق اريد له ان يشرعنا لانقلاب جديد في عدن بعد خمسة اعوام من التدخل العسكري للتحالف في اليمن كان يفترض ان يكون الخامس من يناير موعدا نهائيا لتنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض وبالاخص انسحاب القوات وتوحيدها وترقيمها وضمها لوزارتي الدفاع والداخلية وتوزيعها وفقا للخطط المعتمدة وذلك طبقا للبند الثالث من اتفاق الرياض لكن الذي حدث هو انه لم يتم تنفيذ اي من بنود هذا الاتفاق فبعد مرير خمسة عشر يوما من التوقيع لم تنسحب القوات من عدن ولم تتم التعينات للمحافظين ومديري الامن ولم تشكل الحكومة وفي المقابل تصاعدت حدة التوتر في محافظات عدن وابين وشبوى وتنامت وطيرة الاغتيالات والاختطافات والمواجهات المسلحة في المحافظات الثلاث فيما استغلت الامارات وجودها في معسكري بلحاف والعلم في شبوى لادارة الاعمال التخريبية بين تفجير وقتل واختطاف وفي عدن يعمل رئيس الحكومة منذ عودته إلى المدينة ضمن بيئة أمنية تهيمن عليها الميليشيا الانقلابية للمجلس الانتقالي ومساحة حركة محدودة للغاية ليقتصر دوره كما نصى الاتفاق على صرف المرتبات والإدلاء ببعض التصريحات المواجهة والمهددة لما بقي للحكومة من تماسك وفيما يواصل المجلس الانتقالي التصرف كسلطة أمر واقع في عدن يرى المراقبون أن رئيس الحكومة وبعض الوزراء المحسوبين عليه ينزلقون إلى حالة غير مفهومة من التماهي مع الأجند الخطيرة للانفصاليين عبر إطلاق التصريحات المسيئة للوزراء المناهضين للاتفاق والتي تشكل بنظر هؤلاء المراقبين تغطية مقصودة لفشر الاتفاق ومسلكا تحريضيا على وحدة الصف في منظومة السلطة الشرعية المستهدفة من أطراف كثيرة بينها ما يسمى بتحالف دعم الشرعية أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام وينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح مرحبا بك سيد محمد إذن شهرين منذ التوقيع على اتفاق الرياض ولا شيء نفد على الأرض أين وصلت اتفاق الرياضة برأيك سيد محمد؟ أنا أعتقد بعد التحية لك والمشاهدين أن الاتفاق أصلاً ولد بالإجبار وما ولد بالإجبار دائماً يجد صعوبة للتنفيذ لأن النواية لم تكن عندما ذهبت للتوقيع لم تكن نواية تنفيذ كانت نواية توقيع من أجل كسب الوقت والمماطلة والمماطلة هذا واضح وهذا واضح ليس في هذا الاتفاق فإنما في جميع الاتفاقات التي كانت مع الحكومة الشرعية ما في ذلك الاتفاق سيرك هولم الذي أيضاً تم بالإجبار والإقراء ولم ينفذ ما تم بالإجبار لا ينفذ لماذا؟ لأنه لا توجد قناعات أصلاً لتنفيذ ما تم التوافق عليه وإنما كانت القناعة حين التنفيذ هو إيجاد مزيد من الوقت لإيجاد المخارج والمهرب والمماطلة في تنفيذ ما تم التوافق عليه هذا الاتفاق المشكلة الجوهرية فيه هي في تصوري هي مع دولة الإمارات يعني هناك المجلس الانتقالي نعرف أنه مدعوم من قبل الإمارات وأنه مدرم من قبل الإمارات ومسلح من قبل الإمارات وبالتالي هي مضيعة للوقت عندما يتم التفاوض بين الحكومة وبين المجلس يجب أن تكون هناك تفاهمة حقيقية بين الحكومة وبين الإمارات وبين المجلس العربي السعودي والإمارات فيما يخص الأمر أو الوضع في جنوب البلاد لأن المتحكم الأساس الجانب الأمن والعسكري هو التحارف العربي في شقة الإمارات خاصة إذا ما تكلمنا عن عدم إذن أنا أتصور أن هذا الاتفاق لن ينفذ ما لم تكن هناك نية لدى الإمارات العرب المتحدة تحديدا في تنفيذ هذا الاتفاق لأنها بإمكانها لو أرادت أن تضغط من أجل تنفيذ هذا الاتفاق لكن المشكلة الآن أنه يجري تطبيع الأوضاع للتوائم مع الوضع الحالي لتطبيع الوضع الحالي كما هو عليه الذي يريد أن يتعايش مع جرحه وأن يتحمل الألام ويتعايش معها حتى تصير جزء من حياته اليومية هذا ما يراد من خلال المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق أن يصار إلى حالة من الاعتراب الوضع الحالي ويكون لدينا سلطة أمر واقع في صنعاء وسلطة أمر واقع في عدن وإذا ما جاء إلى اتفاق نهائي يكون التفاوض بين هاتين السلطتين سلطة أمر واقع في صنعات قاوض سلطة أمر واقع في عدن بغض النظر أو بمعزل عن الشرعية التي يراد لها أن تكون مجرد مظلة لمكونات سياسية يكون في الأخير الحوار بينها بمعنى أن الحوار يراد له أن يكون بين مكونات سياسية مستلفة داخل اليمن وليس بجن شرعية وانقلاب سواء كان هذا الانقلاب في عدن أو في صنعاء نعم سيد محمد تكرم بالبقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا بالحديث العميد حسن الشهري الذي ينضم إلينا من الرياض مرحبا بك سيد العميد الشهري إذن كما استمعت لحديث الأستاذ محمد الذي وصف الاتفاق بأنه أتى على إجبار في ظل غياب للنوايا الحقيقية لأطراف التوقيع أنت برأيك عميد حسن ما الذي فعلا يعرقل تنفيذ الاتفاق بعد شهرين من التوقيع عليه مرحبا أنا أعتقد أن الاتفاق كان خطوة متقدمة وكان وأسس لمرحلة الآن ومعنى السفر ما نخل بشروط الرحمن الاجتماعي ومعبناء اليمنى وبالتالي أسعى اتفاق الرياض ليفلح أو يدني ما هدمه بعمل السم قد يكون الأستاذ محمد لا وجهة نظر معينة ولكن لم يولد مجبرا كان زقامة الرئيس موجودة وكانت كل الأطراف موجودة وكان الصرف الملل للمواحدة فهو المجلس الانتقالي ومن كان يعارض هو معنى الشهر صرف الحكومة هو واحد بالإسلاح ثم أعتقد أنه كان هناك اتفاق بعدم تشم حملات إعلامية ومع الأسف لم تتوقف هذه الحملات ومن هاتف البداية تقريركم في قبل لحظات في تقرير مضل مع الأسف للمكاربة السعودية لم تمارس ضغط على الشرعية ولا على هذه وكان بإمكاني أن تتخلى عن ذلك وتطرق الموضوع ولكن ليس الإنشاء للمكاربة السعودية وقد أتت بطلب من فخامة الرئيس للوقوف مع جانب الشعب العملي نعم سيد محمد أعتذر على المقاطعة ولكن نعم سيد عميد حسن سيدة العميد أعتذر على المقاطعة ولكن أنت وصفت نعم أنت وصفت الاتفاق بأنه خطوة مهمة في العمل السياسي لحل المشكلة بين الحكومة والانتقالي والكون اتفق على ذلك ولكن ما فايدة التوقع إذا لم ينفذ هذا الاتفاق على الأرض وانقضت المدة المحددة لعملية التنفيذ ولم ينفذ أي شيء على الأرض كيف يمكن تفسير ذلك ألا يعد ذلك فشل للاتفاق إذا كان هناك مع الاتفاق الشرعية ووزراء الشرعية خلد الشروط الاتفاق والطرف الآخر الذي كان هو السبب لما لاحظه على الأرض من ترك العدو الحقيق والحوذي والتوجه إلى مناطق أخرى وهناك قوات بعشرات الأليح إذا لم تحرق شاكمه يبطر أن تكون في الجبهات ومع الاسف هناك خلل الماء أجوة كبيرة جدا لا بد من ردمها هناك عجاج لا بد من إصلاحه هناك كلام كثير لا يجب أن يكون علاميا ولكن في النهاية يفترض على أشقاءنا في اليمن أن يتحدوا يتلاحموا يعيدوا ترتيب ورفصوا صفوفهم هناك عدي في طبعا اسمه عن كلاب يقود على الجمال في حوذي يمسي جراء لإرادة المنطقة كان يقوده الهاني السليماني وبالتالي اليمنين يبدون أن هناك شق في الشرعية لا يود أن يذهب اليمن إلى بر الأمان نعم إذا ما موقف السعودية الآن من ما الذي يحصل بموضوع الاتفاق؟ التقييم السعودي لعمليات التنفيذ نعم ومستمر ولكن لا بد أيضا من الشقاء في اليمن لا بد من أن يستخدم الخطوات لا يوجد وجود وزير اللقاء في تركيا والكامل مثل هذا الأعمال هناك تصليحات من هنا أو هناك وزير الداخلية وهم أعضاء الشرعية ثم تنفى الحكومة بالحياة من مثل هذا الكلام هناك مع الأسف من يلقي بغلاله عن أزمة ليشعلها من جديد وهذا كان الخلال هو في الشرعية وليس في أي طرف أخر إذن سيادة العميد تكرم بالبقامع واسمح لي لأن أقل هذه النقطة إلى سيد محمد جمح سيد محمد إذن العميد حسن يقول أن الخلال في الشرعية وفي الظل تبادل اتهمات بين الشرعية والانتقالي من المسؤول عن تعصر تنفيذ الاتفاق أنا أعتقد أن الطرفين لم يذهب للاتفاق بنية خالصة لتطبيع الأوضاع وبالتالي أنا أصر على القول بأن الضغوط مورسة على الطرفين وأن الطرفين لم يستجيب إلا بضغوط للاتفاق في الرياضة لأنه لا يمكن أبدا ندى الطرفين بعد معركة لمحظر لواداتهما لهذا الاتفاق لا وبعد المعركة فرضت عليهم ضغوط كثيرة من طرفين التحالف المنزل السعود والإمارات من أجل الذهاب للاتفاق ولذلك لأن الطرفين ذهبا بغير نية تنفيذ هذا الاتفاق وصلنا إلى ما وصلنا إليه لكن إذا ما جئنا لتوزيع المسؤوليات أو لتوزيع المسؤولية الفشل فأنا أعتقد أنه صحيح هناك يعني بعض الوزراء يعني ربما غردوا خارج السرب ربما أيضا الوزير الجبطاني ذهب إلى تركيا ووقع اتفاقيات من غير التنفيق مع رئاس الوزراء وهذا ما طهر واضحا في الفترة الأخيرة عندنا الصراحة رئيس الوزراء بأنه يعني هذا أخرى الدنيوي داخل الحكومة اليمنية صحيح وداخل المؤسس الشرعية يعني ليس من قبل إداعة الأسرار أن نقول بأن هناك نوعا من عدم التجانس والتناسف بين مكونات الشرعية هناك مكونات مختلفة وهناك مكونات داخل منظومة الشرعية أو منظومة الشرعية ربما تكون أقرب الانتقال منها إلى مكونات أخرى داخل الشرعية وهناك أيضا مكونات داخل الشرعية ربما توجد يعني قربة من نوع بينها وبين الحوثين أكثر من قربتها مع مكونات أخرى داخل المؤسس الشرعية هذه حقيقة لا نري إنكار ولكن بالمقابل كما أن هناك وزراء صرحوا وقالوا بخصوص الاتفاق ربما خرجوا عن الإطار العام للحكومة لكن أيضا هناك تصريحات أيضا خارج عن السياق السياق التهديئة أو السياق التوافق صدرت عن مسؤولين كبار في المجلس الانتقالي على رأسهم الناطق في المجلس الذي قال بأن الاتفاق لا يمكن أن يكون أو أن يتم منه إلا بنت عودة الحكومة لأجل صرهم المرتبات بمهنى أنهم وقال بأن السلاح لا يمكن أن يسلم وقال بأن الميليشيات لا يمكن أن تدمج وقال بأن الاتفاق هو خطوة من أجل استعادة دولة الجنوب الاتفاق لم يذكر أن هناك تفاصيل في استعادة دولة الجنوب أو ما إلى ذلك الاتفاق هو اتفاق بين السلطة الشرعية وبين المجلس الانتقالي لتطبيع العوضاء عنيا وعسكريا وسياسيا داخل المناطق المحررة ولم يتطرق القضية الجنوب لا من بعيد ولا من قيب ولا من بعيد المجلس الانتقالي وأي نظرة موضوعية سواء للموقف الحكومي أو للموقف المجلس الانتقالي إلى ما أردنا أن نكون موضوعيين فلا بد أن نذكر بأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وأن حناصر أطرافا على رأس رئيس المجلس الانتقالي الذي أكد بأن الاتفاق هو خطوة في طريق إيجاد دولة الجنوب ما معنى هذا هل هذا هو الاتفاق العميل حسن الشهري هل ينص الاتفاق على استعادة دولة الجنوب كما يقول رئيس المجلس وكما يقول ناطق اسم المجلس وكما يقول مسؤول آخرون يؤكدون بأن الاتفاق مجرد خطوة من أجل استعادة دولة الجنوب أنا أعتقد أن الذي يقول بمثل ذلك هو ليس في وارد تنفيذ الاتفاقات لأن الاتفاق لا علاقة له بالقضية الجنوبية الاتفاق يؤجل القضية الجنوبية لحين استعادة الدولة والحين تحر الانقلاب ولا نسترق أساسا لهذه القضية إذن أنا أتصور بأن الاتفاق يمكن أن ينفذ إذا ما نفذ مرحليا الاتفاق المرحلي ينص على تقبيل الأوضاع أسكريا وأمنيا داخل عدم والمناطق التي تتم فيها النزاع وبعد ذلك يؤتى إلى الشق السياسي وتشكيل الحكومة ما يراد اليوم هو أن يخاب تشكيل الحكومة قبل أن تنفذ الإجراءات الأمنية والترتيبات الأسكري والأمنية من سعب أسلحة ودمج ميليشيات وخروج معسكرات من داخل عدن والتوجه إلى جبهة القتال والحوثيين هذه كلهم إجراءات أمنية وعسكرية لم تتم الاعتفاق نص على أن تتم هذه الاعتفاق القطوة ثم يأتي تشكيل الحكومة لكن أن نضع العربة أمام الحصان لأن نشكل الحكومة ثم تدب هذه الحكومة المشكلة إلى عدن تحت سلطة المجلس الانتقالي قبل أن يتم إجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة قبل عودة الحكومة المشكلة أو الحكومة المشكلة من المجلس ومن الحكومة أو من الشرعية أنا أعتقد أن ذلك هو مجرد وضع الحكومة رهينة في أيدي الميليشيات اليوم أخي العدد حسن عدن والبناطق المحررة تعاني من انتشار الميليشيات لماذا؟ لأنه لا توجد سلطة شرعية موحدة إذا ما أردنا أنا أتفق مع العميد حسن بأن هناك خلل من الشرعية يجب إخلال إصلاح هذا الخلل لكن أنا أقول بأن إصلاح هذا الخلل يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تتج كل هذه الميليشيات سواء كانت لهذا الطرف أو ذلك ضمن سلطة شرعية واحدة موحدة لا وزارة دفاع موحدة ووزارة داخلية موحدة وهذا يعني تناغم جميع المكونات السياسية داخل مؤسسة الشرعية دون أن يكون هناك أهداف أو أن تكون هناك مشاريع صغيرة لهذا الطرف أو ذلك نعم إذن سيد محمد جميح شكرا جزيلا لك كنت معي من لندن إذن عود إليك سيدة العميد لعلك استمعت لحديث السيد محمد الذي قال أن الانتقالي ذهب للقول بأن الاتفاق أتى لاستعادة الجنوب وهذا ما جرف الاتفاق عن المسار المحدد له وبقيت ما قاله السيد محمد ردك عليه سيدة العميد ما أقتراني للأخ العزيز محمد وصديق وأعرفه ورجل وطني ولكن مع الأساس لا نود أن نأتي أحد من هنا وهناك يشوّل اتفاق الرياض لست محانيا عن المجلس الانتقالي ولكن هناك أخطاء ولكن ردود أفعال يعني اتفاق الرياض لم يأتي على ذكر الجنوب لا من البداية ولا في النهاية هناك حديث واضح أن هناك مرتكزات ثلاثة المتادر الخليجية والية التنفيذية ومقرزات الحوار الوطني والقرار الدولي 22-16 وبالتالي أن يمن يحكم في هذه المرحلة ما في ذلك هذا الشهر يمني لا لا يحد علاقة فيه ولكن هناك مع الأساس معاناة بدل أن تتحرك الوحدات من مارد إلى صناعة تتحرك إلى شبوة بدل أن تقوم وحدات من دول التحالف بأعمالها يتم تبحان محاصلتها في العلم أو خلافه دولة الإمارات العربية والمتحدة الشقيقة شاركت برجالها وبجمائها وبجودها وكلا دور كبير جدا تتحريغ كثير من حضرات مع الجيش السعودي مع المقاومة الجنوبية وبالتالي ظهر من كان يحارب من عجل وطني ومن كان يحارب من عجل مخالح خاصة أنا أعتقد أنه من يتحمل المسؤولية في المقام الأول هي الشرعية هناك مع الأساس أثناء وقبل تنفيذ الاتفاق من كان يشير إلى وقته هو نحن بعد التوقيع فنعمل على الشارع وهذه المعلومات لا أستطيع إخطاءها كانت واضحة لجميعها ومع ذلك تم الاتفاق وهو التوقف وهو التوقف استراتيجي ونصف تحول بل أنها منعت اليمن من الوقوع في مستنقع في بحر من الدماء لا قدر الله في حرب أهلية والكل يمتلك كل مقدرات ولن يترك أحد حي من الطرفين كل سايداتهم موكلة وهذا أمر جدا لا يمكن قبوله قامت أصفة الحزم من أجل استعادة الشرعية وهناك أطراف الشرعية مع الأساس لا يودون أن تعود الشرعية أنا أعتقد أنه وخامة الرئيس هو المسؤول لا نود أن أن نذهب بإعلامنا إلى تشريه اتباق الرياض ونستطيع أن نحدد من المسؤول الأول وغضوذ لك على الأخرى تأتي بناء على ذلك أنا أعتقد أن المكان من الأولى نعم يتم تحريك المعسكرات من عدم إلى خارج وتزاليمة تم مع قروج أيضا قوات الشرعية من المحاربات الجنوية وتوجه إلى جبهات المعارك هذا الممكن وبالتالي لا بد من أن نعمل سويا على أصلاح هذا الإعجاج على رجل التجوات على أن تعود الروح اليمنية وبالتالي هناك مخرجات الحوار الوطني هناك يمن اتحادي بشكل أقالي تكون الإجارات السيادية موحدة لدى الجنوية لا أعرف كيف تصرف الشرعية في ذلك أما بقية المحاضرات فعليها أن ترني نفسها بنفسها أمنها إدارتها تنميتها اقتصادها لا يجل لطرف ما أن يستاثر بالكعكة هو يرى أن هذه المنطقة هي من تغديهم أجل مشاريع قادمة الجزورة باتت واضحة لم يعد أحد يستطيع أن يغطي شهر الغرباء الحالية مع الأسف عندما يأتي وزير من الشرعية ويصبح مثل فائز الشرع آغا ويذهب إلى تركيا ليعمل على اتفاق يخل بكل شروط وأمن وسلامة لمن عاد غير مقبول ومع لك ردود خجولة من الشرعية لا ترتقي إلى العمل لأن هذا الوزير أن يحاسم أو غيره سواء المتحدث بإسم الإنسال المجلس الانتقالي أو طرف من الشرعية لا بد أن أترك موقف حاسم من الشرعية وأن تذهب هذه الحكومة بالاتجاه الصحيح تشكل الحكومة من الأطراف التي ليس لها انتماءات حجبية ولا طائفية ولا إجنوجية ولا جهود وصلت وصلت الفكرة سيادات العميد إذن العميد حسن نشيري كنت معي من الرياض أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة مشاهدنا الكرام ينضموا لنا الآن من عدن الصح في صلاح استقلدي مرحبا بك سيد صلاح إذن عضو هيئة رئاسة المجلس لانتقال فضل الجعدي يقول أن المجلس لا يزال يعلق أمله في اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاق ما الذي يقصده فضل الجعدي بذلك نعم السلام عليكم وعلى السلام المشاهدين واستمعين جميعا أهلا كلام الجعدي ليس جديد وما أعتقد أنه كان سيكون سلام غير هذا فهذا ما بقي السبب تتعليق المشاركة موجود فالأسلام لذلك الموجودة إذن فقرار التعليق سيظل موجودا بدون أدنى شك فالطرف الذي يحرق هذا الاتفاق فهو محروف ونحرف ماذا نواياه ولماذا كل هذا التماثل الذي يستدقل به هذا الطرف لحرقلة هذا الاتفاق فالسؤال يجب أن يستقل الآن لسه من النبي حرقل فالنبي حرقل هو واضح بدون أدنى شك والعميد حسن شاري من الرياض لا أعتقد سيكون آخر من يؤكد على حقيقة أن الطرف الحكومة هي الطرف المحرقل سيكون هناك كثير من تأتي من حارج الجنودي هناك عندما يأتي صوت من داخل السعودية وهي الطرف الذي لا تقدمه عندما محارج ويؤكد بأن الطرف الشرعية وطرف الحكومة هو الذي يحرق فقد قضي الأمر في هذا الموضوع ويجب أن يكون السؤال هو لماذا التحاقل الشرعي ولماذا تستمر في عرقلتها لهذا الاتفاق الجهة ببساطة شديدة هناك الشقين في حدث العرقلت هذا الاتفاق وهذا التنفيذ الشق الأول هو الشق سياسي ويتبنى كثير من الشقيات ذا الحكومة ذو الانتماء الشرعي أما الشق الثاني فهو عبارة عن اقتصادي ومالي لأن هنا كبير من الوزراء وكبير المسؤولين ووجدوا في الوضع هذا وضع لا دولة ووضع تطريب الأرض خصبة نهر كبير من الأموال وفساد كبير من المصادر وقد أكد على عيث المجرح نفسه نشر اليوم وآخر وقبل سبو ينشر غسيل هذا المصاد ويشير بوضوح على الجهات التي كانت تنهاب ولا تزال تنهاب في المجارة الداخلية في المناطق في كبير من المصارف التي يحرق على لا يكون هذا الاستفاق أي مستقبل التنفيذ ثم بالعقل المنطق إن كان ها أول الأموال وهذه العقومة سعر فيه لأن تنفيذ هذا الاتفاق سيئ عنه إبعاد من المشهد فهذا يؤقل أنهم سيفون حريصون على التنفيذ على الأطلاق لا فهذا الحقومة التي رفضت أن تحاور من جرّة الحوار للطرف الجنوبي وكبرت الحوار من جرّة قدار عن جريمة وقدار عن طعنة في خاصرة الوحنة اليمنية ثم ترددت وتثاثلت وتمنعت كثيرا التوقيع على الاستفاق هي نفسها التي يوم تعقل الاستفاق وإن كانت تبدي نوع من الرأبة المتنفيذ وهو عمل تشويش وعمل نوع من الضباطية وحتى لا تكون في الواجهة مباشرة مع الطرف السعودي إذن إذن نحن أمام السرطح أن تشبه ثاما قدر من خطواتها ولا تتعرّف ثاما بأن هي المعرقل لكن السؤال الذي كانت أطمئنا على رياض محمد الشعري هو أن يجيبنا لماذا السعودية لم تتأخذ وقفا واضحا من عادل المعرقل لماذا تبايا هذا الطرف فيما هي تعرف جريدان وأكثر من طرف آخر بأن هو الذي يعقل وهو الذي سقل الجمهور على الأرض وعلى الجمهور الإعلام ينضح إلى دلال مجل الأمو في شبه وذلك الدلال الذي كله ينضح تحديد ووحيد ويزيد من جدوة اشتحال التفور هناك في شبه تحديدا فهذا يكناس تماما مع الزعم لأن تدعم هذه الحكومة بأن حريصة على الاستقرار وحريصة على تنفيذ الاستفاق على الإصلاق لا سهد صحيحا فما قبل أن أقسم في هذا أنا ذكر لها محمد بن مح يجب أعكبر ويأعكبر كثيرا داخل هذا الطرق كثيرا أن هذا الاستفاق يتحبل الشرعيين من الحكومة ويمكن الطرف البنوب من وضع رجل على الدركة الأولى من السلم نحو السعادة البنوبية ويقوم بهذه الحكومة ويعطي كثيرا من صلاحياته للطرف البنوب هنا يتعامل الطرف السعودي أو ما يسمى بالانتحالف على الأسواق ذلك الشرعيين أكبر وضوحه بجل على وهي تتقلم بشكل رسمي وبشكل مباشر يعطي صراحة عن مطقة الحكومة وعن نيتها من حدم تنفيذ هذا الاستفاق هذا فضلا عن مراعب هذا الحكومة من تشققات ومن تجنف ساحلها هناك وزير حباب اله ومناس خريبة للأمان ومناس خريبة للدوحة هناك تصريحات من هنا وهناك يبدو في المشكلة الآن انتقلت ليس من طرفي التعالق الشرعي الانتقالي لا هناك أسرع داخل هذه السلطة هناك أسرع أمان داخل هذه السلطة وتقوم بجهود الإنسان هناك من يريد هناك أصوات تحاول أن تنقذ هذا الاتفاق وتستجد طريق للتنفيذ لكن للأسف شديد الصوت الصقور هو الآن صوت الحالي هو الصوت الطاعي داخل هذه الحكومة مما يؤكد المجال والشكل بأن نحن إذا طرف أولا لا أغلب لا يريد التنفيذ للاتفاق ثانيا بأنه تشضع من الداخل وتنهى شكرا للنحاء والفساد ينهى هنا والتطلعات والهواجف السياسية تنهى شكرا من طرف آخر وساطة الفكرة سيد صلاح سقلدي كنت معي من عدن شكرا جزيلا لك مشاهدنا كرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي كان معي من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح وكان معي من رياض سيادة العميد حسن الشهري وكان معي من عدن الصحفي صلاح السقلدي أشكركم أيضا مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة والشكر هو موصول لكم من زميل معيد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة نلقاكم على خير في حلقة قادمة كنوا في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة